اشتركوا في القناة يعترفت الصين بحكومة جزائرية المؤقتة فار إقامتها في سبتمبر العام 1958 وهي أول دولة غير عربية يعترفت بهذه الحكومة في يوم 20 ديسمبر النفس العام تمت إقامة علاقات تبماسية بين البلدين زيارات متبادلة بين رؤساء الدولتين حافظت على الاتصال الوثيق وارتقت بمستوى العلاقة الدبلوماسية فجاءت أول زيارة لرئيس الصيني هوجينتاو للجزائر سنة 2004 لتعزز العلاقة التونائية وحل المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك الشق السياسي كان له امتداد للجانب الاقتصادي من خلال مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في متدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2006 العلاقة التونائية عرفت قفزة نوعية بعد رفع العلاقات التعاون الاستراتيجي إلى شراكة استراتيجية شاملة بتوقع بوتفليقة ونظره الصيني شي جينبينغ في 25 ماي 2014 على الأعلن السياسي وكانت هذه الوثيقة الأولى من نوعها التي تبرمها الصين مع دولة عربية تلاها مباشرة تنفيذ المخطط القماسي للتعاون الاستراتيجي شامل 2014-2018 الصين تحتفظ بالصدارة كزبون أولى للجزائر بمبادلة فاقت 8 مليارات دولار مع تواجد أزياد من 790 مؤسسة صينية تنشط اليوم بالجزائر المنتدى الصيني الإفريقي في سبتمبر الفارط شاركت فيه الجزائر للتأكيد على دورها المحوري في مشروع طريق الحرير الذي تعول عليه بيكين في مضاعفة مساحات استثماراتها وهذا ما أكده الرئيس بوتفليقة في رسالته إلى نظيره الصيني بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات بين البلدين يأتي انضمام الجزائر إلى مبادرة الحزام والطريق للتأكيد على الدور الحيوي لدولتين في مبادلات التعاون بين الشعوب وتحقيقا لأهداف مشروع العيش معا في سلام الذي بدرت به الجزائر العلاقات الجزائرية الصينية علاقات لا تحدها المسائل السياسية والمصالح الاقتصادية بل تتعدها إلى الثقافية فالصين كانت الضيف الشرف بسيلة 2018 من خلال باقة من الإصدارات تعرف بالثقافة الصينية أكثر من 9000 كيلومتر مسافة فاصلة من الجزائر وبكين اختزلتها علاقات تحفظها صفحة التاريخ اشتركوا في القناة